وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبيل الإعلامي والمحلل السياسي عبدالله المطوع مساء الخير ساذة عبدالله بداية المتابعة للقاء حمد بن جاسم يرى الكثير من التنقضات والارتباك في إجابات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية السابق يعني أكد ونفى حدثة الاختراق في دقيقة واحدة واعترف أيضا بتسجيل التآمر على البحرين والسعودية جنبه الواقع والمنطق في الكثير من إجاباته ما هي قراءتك لهذا اللقاء حقيقة يعني هذا اللقاء كان له هدف واضح واستراتيجي من خلال يعني ما يطمح إليه شيخ حمد من غسل العار والظهور بمظهر البراءة لخداع المشاهد والمجتمع ولكن قد فات الأوان وانكشفت جميع الأوراق لدى النظام الحمدين الذي داعم للإرهاب واترافاته في هذا الحديث كانت واضحة أيضا إذا كانت قطر حريصة مثل ما أشار على هذا التعاون الخليجي وعلى مجلس التعاون الخليجي فلماذا هي تقوم بالتحالف مع إيران على الملأ وتعمل على أيضا دعم القاعدة في اليمن وهذا ما كشف وكان واضحا وجليلا خلال ما نشاهده من تزيلات وشرطة فيديو عرضت على وسائل الإعلام المحلية والدولية أيضا الفيديو واضح جدا بأن الأشقاء في قطر ما زالوا ينتهجون نهج المكابرة وأيضا تزويد قطر واعترافهم لكل خائن من دول مجلس التعاون الخليجي بجوازات سفر هذا سؤال يعني يطرح نفسه لحمد بن جاثم عندما يصرح بذلك هل هو يريد مجلس التعاون الخليجي أم الحقيقة عكس ذلك فحقيقة من أسس أيضا داعش في سيناء ومن يفتخر بذلك هم يفتخرون بذلك وهم يعملون أيضا على دعم جماعات متطرفة أخرى وواضح من حديثه إن كانت النصر أو غيرها من خلال الجماعات الإرهابية في سوريا أو غيرها من المناطق أيضا عندما يستضيف هذا البرنامج رجل مثل حمد بن جاسم ويتحدث بهذه اللهجة الكاذبة والواضحة هي ليس بغريب على نظام الحمدين وهو نهج متبع منذ سنوات عديدة فأعتقد هذا اللقاء لن يزيد إلا ألما وجرحا للأزمة الخليجية ولا يضعها في طريق الحل فربما بعد الجولات التي يخضيها المجلس الحكومي لنظام الحمدين خلال هذه ستة أشهر ألاف الكيلومترات أعتقد سبعمائة كيلو فقط للرياض هو الحل الوحيد ومثل ما أشار ولي الأهد السعودية بأن أزمة قطر هي جدا 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 يعني بسيطة باعتبار أن الكل في دول مجلس تعاون الخليجي إن كان من المملكة البحرين الشقيقة أو المملكة العربية السعودية والإمارات يوما وراء يوم نناظر المستقبل وندشن مشاريعنا التنموية والمشاريع التي ستجعلنا بإذن الله أكثر تقدما في مصافة الدول المتقدمة وقطر ما زالت تبحث يمينا وإشارا وتعمل على تمويل ورشاوي المنظمات لتحسين صورتها لكن هذا كله لن ينفع الأزمة القطرية حاليا ولا مستقبلا طيب أستاذ عبدالله في اعتقادك ما الذي يستفيده النظام القطري من وراء سياسة الكذب والمراوغة والخدع والانسلاق عن المحيط الخارجي والعربي الذي يتبعها منذ بني الأزمة حقيقة المراقب للوضع السياسي في العالم بأكمله من ينتبع نظام لسياسته صعب جدا العزول عنه أو الرجوع عن هذا النظام أو هذه العملية التي كانت وما زالت لدى النظام القطري نظام قطر نظام الحمدين هو النظام خائن منذ توليه الحكم بعد خيانته بوالده هذا كان واضحا ومسجلا لدى التاريخ وصفحات التاريخ لكن عندما يستمر في المراوغة والكذب والخداع وتوميل الإرهاب أعتقد ليس من السهل أن يرجع إلى طريق الصواب لأن مثل عملية الصلاح للإرهابيين والمتهمين في عملية الإرهاب هذا نظام كامل أعتقد يحتاج إلى سنوات أو إلى فترة زمنية ربما لو أخذناها لا تضع قطر والشعب القطري الشقيق وشرفاء قطر في خطر مثل ما نشاهد ونتابع لكن أعتقد عندما لجأ النظام الحمدين بعد كشف الأوراق بالاعتقالات والتفاريخ الكاذبة أعتقد هذه هي بداية النهاية لهذا النظام وأعتقد سقوط هذا النظام هو الحل الوحيد لعودة قطر في حضن وضمن البيت الخليجي الذي ليس له غير هذا المكان الذي يليق بالشعب القطري الشقيق نعم من دبيع الإعلامي والمحنل السياسي عبدالله المطوع شكرا لك شكرا لك